المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة وشكرا لكم سلام الله عليكم ومرحبا بكم في قناتي وصفات للجمال مع إلهام وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة للاستخدام الخارجي أو وصفة عبارة عن علاج موضعي لتخلص من الوزن الزائد فبمجرد تطبيقه قبل النوم لمدة ثلاثة أيام هدي حرق ظهور البطن وغادي زول الكرش نهائيا وغادي تعجب نتيجة أي شخص غادي يجرب هاد الوصفة فانتمنتنا لإعجاب ديلكم تمنت ترضيكم وتستفدو منها وقبل ما نمشيون تعرفوها للمكونات ديال هاد الوصفة طريقة تحضيرها استخدامها فانبغي نرحب بالناس سواء اللي كيتابعوني الجدد أو القدم في القناة فمرحبا بالكل ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك الموجود أسفل الفيديو بالنسبة للناس اللي كيزوروا هاد القناة أول مرة فما تنسوش تشتركوا في القناة باش تكتشفوا كل ما هو جديد وأيضا ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم أي فيديو نزلتوا في القناة وأيضا تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو وبسم الله على بركة الله نتعرفو على مكونات هذه الوصفة فأول مكوين سنحتاجوا إليه هو المشروب الغازي كوكاكولا هاد المشروب هادا فغادي نحتاجوه كمكوين رئيسي معنا في هاد الوصفة وغادي نحتاجو أكيد مكونات ثانوية بالنسبة لهاد المشروب فضروري ما نتخلصوا من اللي غاز اللي فيها او للمادة الغازية باش نتخلصوا منها غادي نعطيكم جوج ديال الطرق الطريقة الأولى إما نرجو القنينة ديال المشروب كوكاكولا بهذا الشكل هذا ونفتحوها وبالتالي نتخلصوا من اللي غاز يعني نبقى ونرجو بهذا الطريقة حتى نتخلصوا من المادة الغازية أو ممكن نفتحوا هاد القنينة هدي ونخليوها المدة ديال ربع ساعة أو نصف ساعة وبالتالي غنتخلصوا من المادة الغازية المهم أهم شيء هو اللي غاز ما يبقوش في هاد المشروب بالنسبة الثاني مكوين غادي نحتاجوه في هاد الوصفة هدي فغادي نحتاجوه السكنجبير أو الزنجبيل سواء كان بودرة أو كان تازج فإن كان تازج فيجب غسله ومن بعد أننا ننشفوه ونحكوه في الحكاكة الرقيقة ونستخدموه إلا ما متوفرش عندنا فممكن نرجوه السكنجبير بودرة حتى هو رائع ومندو عدة فوائد وعدة مزايا بخصوص تخلص منها السمنة وبالنسبة الثالث مكوين هو آخر مكوين معنا في هاد الوصفة هو كريم كيفما كانت النوعية ديالو سواء كان هاد الكريم هادا كريم غليسوليد المعروف بالرائحة ديالو المنعيشة والمعطرة واللي كتكون من السماء يعني رائع هاد الكريم هادا سواء تستخدموه هو أو تستخدمو هاد الكريم هادا اللي هو كريم نيفيا حتى هو رائع جدا العلبة الزرقاء وفي حتى البوط البيضة يعني اللي متوفر عندكم استخدموه إلا متوفر عندكم نوعية واحدة أخرى فممكن استخداموه أنا هادا غدي نستخدم هاد النوعية هادي اللي كتجيب اللون الأحمر وهادا راه معروف كنستخدموه ليدين القدمين الجسم يعني أي منطقة وفيه رائحة منعيشة وغزالة بزاف وأيضا غدي نحتاجوه إلى آخر شيء اللي هو البلاستيك الغذائي أو النيلون أو لا السلوفان باش نلفوه على المنطقات ديال الكش وبيسمي دلا على بركة الله بعد ما تعرفنا على مكونات المصفى ندوزو الطريقة ديال التحضير والطريقة ديال الاستخدام والاستعمال أيضا فغدي نحتاجو إناء فارغ وغدي نضيفو أول شيء يعني كمية من الزنجبيل سواء كان بودرة أو التازج فاللي توفر عندنا فغدي نستخدموه بهذا الشكل هذا وغدي ناخدو المشروب الغازي كوكاكولا ونوضعو بهذا الطريقة هادي من بعد غدي ناخدو كرام جليسوليد بهذا الشكل ونوضعو الكيمية اللي غدي تناسبنا فانا غدي نضع ملعقة مملوئة بالنسبة لهذا الكريم هادا فضغيا كيمتمتسسو لنا الجسم ديالنا يعني أي منطقة عمنا عليها هادا الكريم فضغيا كتمتسو لنا بكل سهولة وكما كتلاحظو فغير ملعقة مملوئة منه فعقدات الوصفة وصبحت عقدة وحنا هاد شي اللي بغينا بغينا وصفة تكون عقدة ما تكونش سائلة نهائيا باش الوصفة ما تسيحش او ما تسيلش لينا على الملابس ديالنا وبالتالي تعمرهم لينا بهذا الوصفة غير هو يجيب دائما اننا ننخلطو المكونات مزيان باش هكدا تكون الفعالية حاضرة وبيقوة فبعد ما كتصبح لها غسطة بهذا الشكل هادا فغادي انطبقوها على البطن او لا على اي منطقة كنعانو منها من الوزن الزائد فبسم الله انا غا نوريكم طريقة امامكم فكتاخدوا كمية من هاد الوصفة وكتطبقوها بهذا الشكل هادا وانا كنطبقها يعني الرائحة ديالها كتحمق فكل ما نجربها يكتب ليفتح عليك كيف جاسه هاد الوصفة الرائعة او صدقوني ان فغا تجربوها ما بقيتوش غادي تستغني وعنها لانو عندها عدة فوئيد وعدة مزايا النتائج ديالها كتبان ثلاثة ديال ايام الاولى ولكن يجيب تكرار عليها حتى تحصلوا على النتيجة الملائمة لكل شخص يعني على حسب الوزن الزائد اللي عند كل شخص اكيد كيختلف من شخص الى اخر فادا كشي علاش كرروا حتى تحصلوا على النتيجة المطلوبة عاد من بعد تحبسوها تماما فبعد ما طبقت الوصفة بهذا الشكل هذا فغادي ندوز الان انني نلف عليها البلاستيك الغدائي او النيلون او لا السلوفان بهذا الطريقة هادي اللي غاديتوش ان شاء الله تكون امامكم اكيد بنسبة البلاستيك الغدائي فهو رائع فكيساعدنا على انو المنطقة تزيد تعرج وبالتالي تخرج دهون اكتر واكبر فكنحاولو اللفو البلاستيك الغدائي بهذا الشكل هادا يعني كنحاولو اللفو حتى لا تلفات الى ما فوق بهذا الشكل هادا والوصفة كتصبح جاهزة يعني ممكن نطبقوها بهذا الشكل وممكن تحركون تمشو كيفما بغينا ونعملو اي حركات كيفما بغينا الى قدرنا اما اللي ما قدرناش فممكن يعني نعملو الوصفة ومن تحركوش ولكن لا تحركنا غادي تكون نتيجة افضل واحسن كذلك فكانت هذه الوصفة ديال يوم انتمنى انا هنالت الاعجاب ديالكم سهلة وبسيطة وايضا كتخلي واحدة رائحة منعشة في البطن ديالكم او لا في اي منطقة عملتوا عليها او لا تبقتوا عليها هاد الوصفة فانتمنى يتبقى تجاهد هاد الفيديو ويوصل بزاف ديال الناس اللي كيعانوا من سمنة او للوزن الزائد ويخصصوا من الوزن ديالهم ما تنسوناش بالبيت لايك وتشاركوا في القناة وتضغطوا على زيال الجرس وتخليوا لنا تعليق زوينا اكيد وموادي معكم جدد نشاء الله في الفيديو القادم باذن الله تعالى